تغنية طبية حديثة تتم بالإضافة بإضافة لبلازمة الغنية بالصفاحة الدموية مع الدهون الذاتية لترميم البشرة تفاصيل أوفة مع عبير عبدالله المختصف الملف الصحي في غرفة أخبار الآمن تستخدم تقنية حقن الدهون الذاتية مع البلازمة في الوجه والجسم لعلاج العديد من مشاكل البشرة وقد ثبت نجاحها في علاج التجاعيد وتحفيز الكولاجين وإعادة حيوية البشرة التقينا بأخصاء الجراحة التجميلية الطبيب شادي جابر وتحدث عن تقنية حقن البلازمة مع الدهون الذاتية وأفادنا بالتالي معكم الدكتور شادي خليل جابر أخصاء الجراحة التجميلية والترميمية في مستشفى راشد الحكومي عضو جمعية دبي لجراحين تجميل بيستغل هذه المرور معكم لحتى نحكي عن موضوعه كثير صار شائع والناس كلها يتم تسأل عنه هو موضوع حقن الشحوم في الجسم أكيد الناس كلها سمعت بها المصطلح والمرضى دائماً بيراجعون بهذا الطلب وعن المستجدات بهذا الموضوع الموضوع تطور كثير حقن الشحوم كان يتم على نطاق ضيق وبأماكن محددة من الجسم حالياً ممكن نحن نقوم بنقل الشحوم لأي منطقة في الجسم بيحتاج الجسم وكلها أكيد بنعرف وسمعنا عن موضوع النتائج الرائعة على حقن الشحوم في عادة تأهيل الأنسي جي في تعويض النقص الحاصل في بعض الأنسي جي في مرضى بيلجأوا لهذا الموضوع لتكبير الخدود لترميم الضياعات المادية أحياناً لتحسين نشاط الجلدي في منطقة معينة من الجسم وفي منه لنقل لمناطق تانية مؤخرة كمان صار استجد للصدر أو الثليين ضمن نطاق محدد نحب نحكي نحن عن تطور هذا الموضوع صار سنوات عم نمشي فيه وصلنا بنا نحكي عن المستجدات بهذا الموضوع نقل الشحم أحياناً عم تكون النتائج ما أنا مشجعة كتير ببعض المرضى فاستجد شيء اسمه الخلايا الجذعية أو السترومالسيل والمرضى كلهم يسألون عنها هي خلايا كانت موجودة سابقاً بتقنيات النقل الأديم للشحم هلأ اللي تطور علي أنه طريقة عزل هاي الخلايا وزيادة نسبتها في كمية الشحم المنقولة يعني أيام زمان كنا لما ننقل عشرة سنطي مسلاً شحم بالخدود كانت النسبة تقريباً حوالي تلتة النسبة اللي تقدر تبقى وتثبت عند المريضة حالياً بالتقنية المعروفة اللي اسمه ممكن أنه نحن نزيد من نسبة الخلايا الشحمية اللي تستقر عند المريض بالإضافة إلى النشاط هذه الخلايا في تحفيز الكولاجين وإعادة حيوية وشباب البشرة هذا الموضوع تطور بشكل أكتر كمان أنه صلنا نرافق الخلايا الشحمية المحقونة مع البلاتليتريتش بلازمة أو البلازمة الغنية بالصفيحات واللي كل المرضى اللي بتسمع فيها اسمها PRP التقنيات الجديدة اللي نحن عم نقدم لكم ياها ببعض الصور اللي عم تشوفوها حضرتكن هي عم بتخلينا نفهم بشكل عام الفكرة العامة حوالين هاي التقنية ترجمة نانسي قنقر